السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى كل من يتابعنا من كل مكان رح نتكلم بمجموعة من المواضيع اللي يتناولها الإعلام الألماني بأهمية كبيرة أول أمر رح نتكلم به هو تقرير جديد ودراسة مهمة جدا بخصوص رواتب المتقاعدين وهي لا تكفيهم لشراء الأكل والشرب ولا تكفي لمتطلبات الحياة بالوقت الحالي الآن في هذه الفترة يعمل الإنسان بألمانيا ويدفع كل شهر جزء من راتبة لتأمين التقاعد بعض الناس يعملون لأربعين عام وبعد التقاعد أي بنهاية الستينات أو ببداية السبعينات يبدأون بعيش حياتهم مثل ما يريدون هذا الأمر هو يعني متعرف عليه بألمانيا بعد عقود من التوفير يبدأ بعض كبار السن بعد التقاعد بشراء السيارة البورش اللي كانوا يحلمون بيها أو الفونفاغن اللي عمل الكامبينج وإلى آخره من هذه الأمور هذا كان سابقا ولكن بعد دخول كورونا علينا قد تغير الأمر فبعد أقل من عامين على الكورونا ويعني هبى الغلاء بكل دول العالم والتضخم ارتفع وكل شهر تنخفف قدرة العملة الشرائية نتكلم عن يعني كثير من دول العالم وخصوصا ألمانيا ووفقا لدراسة جديدة نشرها الإعلام الألماني اليوم فإن المعاش التقاعد الآم بألمانيا المعاش التقاعد القانوني لا يغطي حتى نصف متطلبات الحياة بسبب الغلاء سوف يضطر بشكل كبير جدا بعض الأشخاص الذين يعني لم يدفعوا الكثير لصندوق التقاعد أو لم يعملوا لسنين طويلة سوف يضطرون يعني لتغيير نمط حياتهم وتقول الدراسة الاقتصادية أنه من أجل تلبية متطلبات الحياة يجب أن يكون المعاش التقاعدي ليس أقل من 60% من آخر راتب بروتو أو بغوتو حصل عليه الإنسان أو الشخص قبل التقاعد وتقول الدراسة أن من يعتمد فقط على معاش التقاعدي بالحياة فعليه تقديم تنازلات أو يعني عمل نظام غذائي معين يكون اقتصادي أو يعني الاقتصاد بالكثير من الأمور كي يستطيع أن يستمر يعني بالحياة وبالمعيشة وتم تسريب جزء من البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة اللي راح تشكلها يعني تحالف إشارات المرور والتسريب ينص على أنه تحالف الأمبل كوالتسيون إشارات المرور اللي يتكون من الخضر والاشتراكي والديموقراطي الحر قد أذعنوا لمطلب كريستيان ليندنا اللي هو رئيس الحزب الديموقراطي الحر هذا الرجل كان يريد الاستثمار بأموال المتقاعدين أو بصندوق التقاعد يعني إدخال أموال المتقاعدين بالأسهم لزيادتها هذا الأمر حصل على موافقة مبدئية من حيث التسريبات يعني من الحكومة التي سوف تحكمنه بالأربعة أعوام المقبلة هذا سوف يكون على جدول عملها نجل الآن الموضوع الآخر هو خبر عاجل حكم قانوني هام جدا بخصوص الأطفال والمدارس محكمة العدل الفدرالية الألمانية في مدينة كارلس غوة حكمت حكم قاطع وهو ينص على أنه من حيث المبدأ لا يمكن لقضاة الأسر إصدار أوامر لسلطات المدارس بخصوص إلغاء شروط الكورونا أو يعني تطبيق شروط كورونا معينة هذا يعني أن القضاة في بعض المحاكم عندما يطعن الأهالي بقانون فرض الكمامات يعني على الطلاب بالمدارس وأحيانا القضاة ينجحون يعني بعد معارك أو ملاحم قانونية ينجحون بكسر القانون على بعض الأطفال وجاء هذا القرار من محكمة كارلس روحة العليا وسوف يتم تعميمه على كل مدارس وعلى كل قضاة الأسرة بألمانيا وسبب القرار أصدقائي هو تمكن يعني طفلين من الحصول على استثناء بشرط القناع وتم إعفاءهم في ولاية بافاريا طبعا هذا الأمر حصل بعد أن أهلهم يعني طعنوا ويوكلوا محامين وصارت ملاحم قانونية حتى حصلوا على الإعفاء ولكن الآن فرصة الطعن أو هذا الأمر تم إلغاءه نهائيا أصدقائي الآن ننتقل للموضوع الآخر ألماني عمره 41 عام ضرب فتاة سوري مراهق عمره 17 عام ماذا حكمت المحكمة على الألماني الذي ضربه فتاة سوري بأحد القطارات الشتراسمبان بألمانيا طبعا أغلبنا سمعنا عن هذه الحادثة نشرناه يعني بهذه القناة قبل خمسة أشهر بعد مرور خمسة أشهر على الحادثة العنصرية القبيحة التي هزت ألمانيا وأثارت الجدل والرأي العام هذه الحادثة قام بها يعني شاب ألماني عنصري بالشتراسمبان وضرب فتاة سوري على وجهه بقدمه وبقوة شديدة جدا ومرات عديدة وحطم هاتفه الجوال ونطق بكلمات سيئة وعنصرية بحقه بحيث يعني لم يكتفي فقط الرجل العنصري بل قام بإجبار سأق الشتراسمبان أو الترام على الاستمرار بالقيادة وعدم التوقف أو الاتصال بالشرطة الادعاء العام كان لديه العديد من الدعاوي على الرجل الذي لديه سوابخ كثيرة بالعنصرية والكراهية من ضمن هذه الادعاءات أو من ضمن هذه الأمور التي محضرها الادعاء العام لهذا الرجل هو محاولة إلحاق أذى خطير أذى جسدي خطير ومحاولة الإكراه والحاق الضرر بالممتلكات طبعا جاء قرار المحكمة بسجن الرجل الألماني لمدة أربعة أعوام وتسعة أشهر وتغريمة خمسة آلاف يورو كتعويض للطفل عن الألم وعن المعاناة التي سببها هذا الاعتداء قال القاضي أن القضاء لا يسمح لهكذا أمر أن يمر مرور الكرام أو أن يكون أمر يستخف به من نهاية أخرى للدعاء العام كان قد طلب خمسة سنوات وثلاثة أشهر سجن بالنسبة للمحامي محامي الجاني قال المحامي أن الجاني اعترف واعتذر من الضحية ويجب تخفيف الحكم لعام وغرامة ثلاثة آلاف يورو ولكن القضاء كان له الحسم والأربع سنوات وثلاثة أشهر هي كانت يعني رأي القاضي الحاسم الذي لا يمكن تغيره كنا نتمنى أصدقائي لما نسمع بهكذا حادثة عنصرية أن تكون العقوبة أقسى كي يعني تكون عبرة بأنه الاعتداء على الأبرياء الاعتداءات العنصرية هي أمر يعني غير مرغوب ولا يسمح به بألمانيا ولكن يعني القضاء كان له رأيه والمهم بنهاية المطاف أن لا يهرب أي إنسان عنصري ولا ينفذ أي شخص يرتكب هكذا أعمال قبيحة ليس فقط في ألمانيا بل بكل دول العالم أصدقائي ننتقل الآن للموضوع الآخر أكبر عملية أمنية على مكاتب الحوالات والأموال المشبوهة في عملية أمنية كبيرة جدا بألمانيا شاركت بها اليورو بول شرطة أوروبية ومكتب لتسول أمت في اسن وبأمر من الادعاء العام بكولن طبعا شاركت به أيضا شرطة شمال الراين تم عمل مداهمات واعتقالات واسعة ضد مجاميع تتاجر بالأموال وبالحوالات الغير قانونية من ألمانيا إلى الشرق الأوسط ومن ضمن الأشياء التي تعملها هذه المجاميع هي يعني عمليات غسيل أموال كبيرة تم مداهمة أربعين جوندشتوك أي يعني شقة ومحل تجاري في صباح هذا اليوم وتم اعتقال عشرات الأشخاص بالجرم المشهود وتم مصادرة ست ملايين وسبعمائة ألف يورو بارقل تم العثور عليها عند الأشخاص اللي تم اعتقالهم تم مصادرة أجهزة لابتوب ووثائق كثيرة والكثير من الأدلة على غسيل أموال والحوالات الغير شرعية طبعا شارك اليوروبول والشرطة الألمانية ب250 عنصر فقط لحماية وجمع الأدلة والوثائق وأجهزة الكمبيوتر والهواتف التي بها يعني حسب قول السلطات الأمنية بها الكثير من الدلائل هما اسموها بالكنوز سوف تؤدي لتفتيت الكثير من الجماعات التي تعمل بالخفاء بهذه الأمور غسيل أموال وأعمال كثيرة غير قانونية أصدقائي وصل نهاية الفيديو إن شاء الله يرابي تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم رب يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة